محاولة اغتيال القياد في التجمع اليمني للإصلاح الدكتور عارف أحمد علي عامل إرهابي غادر وجبان قالها رئيس الجمهورية هذه المرة صريحة وواضحة خلال مهاتفته عض مجلس شورى الإصلاح في المشفى الذي يرقد فيها إلى جانب نجله أحمد الضحية الأكثر تضررا من حادث انفجار سيارة عارف بعبوة مفخخة في المعلى صباح الثلاثاء الرئيس هادي وعلى خلفية محاولة الاغتيال هذه شدد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية من قبل كافة الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الاختلالات وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفه بحق الوطن والشعب وترويع الآمنين وإقلاق الساكينة العامة قد لا يبدو ذلك ممكنا الآن ما لم يأتي في سياق إجراء اقترحه قيادي في الإصلاح ويقضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات الحكومية والتحالف العربي مهمتها فتح ملفات الاغتيالات التي تمت منذ تحرير مدينة عدن وحتى الآن الإرهاب له أكثر من لون في عدن فهذه القوات العسكرية والأمنية التي تزاحم أبناء المدينة ولا تكاد تترك لهم متسعى للحركة تبدو شاهدا سيئا على الانهيار المريع للأمن والأسوأ منها عقيدتها الأمنية التي جعلت من هذه القوات في بعض الأحيان أداة في مسلسل القتل والاستهداف المباشر للشرعية ولوجودها في العاصمة المؤقتة على نحو ما حدث في يناير الماضي فمحاولة الاغتيال التي استهدفت القيادي الإصلاحي نفذت بتقنية تشير إلى احتراف في عمليات القتل السياسي التي تلاحق رموز الشرعية ورجالها من سياسيين وضباط عسكريين وأمنيين وأئمة مساجد حيث ينفذ القاتلة جريماتهم ويدهبون لاستكمال بقية اليوم أو الليلة دون ملاحقة أو عناء الإصلاح والسلفية السياسية المهيمنة في جنوب البلاد هم الطرفان المستهدفان الرئيسيين بالتصفيات والاغتيالات والتضييق والملاحقات والتغييب والتعذيب من قبل التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج نفوذ الشرعية وتثغذى من التحريض الذي يعج به الخطاب السياسي والإعلامي لما بات يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات أمر بات يعرفه القاصي والداني قدر معرفتهم أن الدكتور عارف سبق وانخططف في أكتوبر من العام الماضي من منزله في جنح الظلام من قبل مسلحين يتبعون إدارة أمن عدن الذين وضعوه في أحد سجون الأمن بدون ذنب أو اتهام كما جاء في أحد أقوى البيانات الصادر عن التجمع لمن الإصلاح المساند للشرعية الشرعية إذن في مواجهة الإرهاب متعدد الطيف في العاصمة المواقة والرهان على قوة القانون في مواجهة العصابات المسلحة التي تنخرط في مهمة مفتوحة للقتل في المحافظات التي يقال إنها محررة